مسلسل الناجية الوحيدة احداث الحلقة التانية بتبدأ الحلقة بليالي وهي بتحط ميكياج عشان خاطر تروح الشغل وبتدخل مامتها وبتقول لها ان ابوكي مش عايزي وصلك الشغل النهاردة وخدي العربية وروحي بيها لكن بتقول ان العربية دي فشلة ماينفعش تروح بيها والناس تشوفها قردتها هو ده اللي عندي وبتروح وبيشوفها واحد من اصحابها في الشغل وبيقول لها دي عربيتك قالت ايوة يعني عربيت ابويا لحد ما انا اجيب عربية من معاشي وبتدخل طبعا تتكلم مع عدنان اللي بيقولها عايزة قهوة وبيبدأ ان هو يعرفها بالشغل لكن بتجيله اتصال من امه وبتقوله فيه ان خالك واولاده ماتوا بيقول طبعا لي ليالي وبيروح يجري على المستشفى كانت هناك امه اللي عمالة بتعايته بتقول ان خالك واولاده ماتوا وما فيش غير زفتة اللي اسمعها وصيف دي هي اللي لسه عايشة انا شك ان هي اللي معوتتهم انا مش هعرفة ليه هي اللي عاشت من ضمنهم وكانت مضايقة جدا بسبب موت اخوها واولاده هدي اللي بتحكي لصحبتها في السيدالية عن اللي حصل بينها وبين خالد وانها مساجده هزقته وطبعا بقاله عشر ساعات ما فتحش وفرحارة جدا انها خدت حقها لكن بيجي لها اتصال من اخوها وبيقول لها ان خالد مات هو واخواته وابوه وبتنهار جدا اما بالنسبة لعدنان فبيروح يسأل عن حالة وصيف بيقولوله ان الحالة مستقرة لكن هي دلوقتي نايمة بسبب النفسية عندها تعبانة وبتهرب بالنوم وهي دلوقتي بدأت تنفذ طبيعي ان شاء الله تقوم بالسلامة كانت طبعا فايزة اخت ناصر زعلانة جدا ان اخوها مات وان دي هي اللي استنت وشكة برضو ان الموضوع مش طبيعي ويمكن وصيف هي اللي تبحتهم لكن بيقولها حرام عليك سيبيها باللي هي فيه لو صحيت وشافت اللي حصل ده وسمعت باللي حصل هتبقاه نفسيتها تعبانة جدا من لاي بعد كده بيروح نواف وبيدي اجازة لكل الناس في الشركة اما مبارك فتنحبس نفسه ورافض ان هو يأكل او يشرب ومش عارفين ماله بعد شوية منشوف ان شاهدة عمالة بتتكلم عن الممثلة امال جميل وبتتكلم مع اصحابها في الجروب عنها وعن ازاي يخلوها دايما ممسوطة بالحاجات اللي بيقدموها لها اما بالنسبة لوصائف اللي بتبدأ ان هي تفتكر الحادثة واولادها لما قاعدوا يقولوا يا ماما يا ماما واقعدوا ينادوا على ابوهم لما مات وطبعا سمعت كل ده في ودنها وكانت منهارة جدا وبيحاولوا الدكاترة والممردين ان هما يهدوها بيقام عزة ناصر واولاده وطبعا اخته هي اللي بتاخد العزة وكانت منهارة جدا وحزينة وكمان بنتها هديل كانت بتعيت وحسب تقنيب الضمير ناحية خالد وصاحبتها بتحاول انها تهديها بتقول لها ان انا اللي قلت له اروح ان شاء الله حتى تموت وانا السابب في كل اللي حصل ده وكنت بعمله وحش دايما هو بس كان عايزي تطمن علي صاحبتها بتعزي امها وبتمشي اما بالنسبة لفايزة لما بتسأل بنتها اخوكي برضو عند وصايف قالت لها ايوة قالت ايه اللي خليها يروحي اصلا مش من دمنا اللي من دمنا خلاص راحه اما مونيرة فكانت قاعدة مع بنتها ليالي وكانت بتحكي لها عن موضوع الحادثة وان حادثة المشهورة دي الناس اللي ماتوا فيها يبقوا قريب الواحد عندها في الشركة زميل لها اما مبارك بيسألها ازاي وقعد الحادثة دي والحريقة دي ازاي حصلت بتقول شكين ان تكون في شبهة جنائية او جريمة ورا كده لكنه طبعا كان متوتر كمان نواف كان ده علان جدا ولما بتسأله بنته شاهد ايه اللي حصل قال ان هو بس عشان خاطر فيه اجازة بسبب موت ناصر وفي الشركة يعني بقفلة يومين دون وصيف بتقول انها بتهرب من كل اللي بيحصل حواليها بالنوم يعني النوم بالنسبة لها هروب من الواقع اللي حتقوم وتعيشوا والدكتور بيقول لعدنان ان احنا لازم نسيبها تصحب راحتها علشان ما نتغطش عليها وتصحب راحتها علشان يعني ما تتخضش لو عرفت بالله حصل لكن حالتها مستقرة اما بالنسبة للام اللي كانت عمالة بتقول لعدنان اللي بيوديك عندها انا شكة في الستي دي مش مرتح لها لكن بيقول لها حرم عليك يا ماما دا لو صحيت ولاقت اللي بيحصل دا وعرفت ان جوزها واولادها ماتوا حتنهار لكنها مصرة على انه ما يروح لهاش تاني لكن عدنان بيصر ان هو يروح علشان يقف جنبها لكن طبعا البيت كله في حالة حزن بعد موت ناصر واولاده التحقيقات بتبدأ وبيبدأوا يحققوا مع شركة التأمين ضد الحرايق ولما بيسألوا الموظف بيقول ان في واحد مندوب لناصر جه وغير التأمين وطلب تأمين اقوى وعلى اعلى مستوى علشان كده رحنا وشلنا الاجهزة بتاعت الانذار اللي موجودة والمفروض ان كنا بعد اسبوع هنروح ونحط الانذار الجديد ونبدأ نتعرف على طلال اللي بيتكلم مع حسام على اللابتوب حسام مصاب بالسرطان وهو دايما بيتصل وبيتطمن عليه وبيروح للمستشفى اما بالنسبة لعدنان اللي كان بيحكي لليالي على كل اللي حصل وموضوع الحدثة وان ممكن تكون فيه جريمة وانه وصيف يعني مش قادرة تقوم من النوم فبتقول طبعا ليالي يمكن بتهرب من حاجة او مش عايزة تواجه حاجة بالنسبة له هديل اللي كانت بتعيت وبتسمع الرسالة الصوتية بتاعت خالد وهي منهارة وبتقول انها شكلها بتحبه بس ما كانتش حاسة بيه لانه طول الوقت كان جنبها وبتحاول صاحبتها تهديها وبيشوفها المهندس اللي دايما ده بيلبس لبس البندا اما بالنسبة للتحقيقات فبيستكملوها وبيجيبوا نواف ان المفروض راح علشان خاطر يغير السيستم بتاع التأمين ضد الحرية وبيقول انه قال له اعمل كده هي وصيف ام خالد اللي طلبت منه تأمين على اعلى مستوى علشان كده الشركة جات وشالت الانذارات والمفروض اخر الاسبوع كانوا هيركبوا غيرها ولما سألوه تعرف ايه عن علاقة وصيف باولادها ومجوزها قال من احسن ما يكون بتبدأ التحقيقات مع الخادم والخادمة ولكن بيقولوا انه هم راح علشان خاطر يجيبوا الساعة وان الساعة دي كانت في الشليب قالها شهر ونص علشان كده طبعا استغربوا جدا وقالوا ازاي تفتكر ساعة من شهر ونص دلوقتي مبارك بيخرف وكمان حرارته مرتفعة وبياخدوه على المستشفى طول الوقت بيقول انا ما عملتش حاجة انا ما عملتش حاجة بيروح وبياخد ده وبيبقى كويس ولما بتسأله امرأة وكنت بتقول ما عملتش حاجة على ايه بيقول لها كانت تخريف اما بالنسبة لها دي اللي كانت عمالة بتشوف في الورق والرسائل اللي كان بيبعت هلاء خالد ومنهارة جدا وبتعيط امها بتدخل تقول لها انت قاعدة هنا ومش بتساعديني في المطبخ بتعمل ايه عندك يلا طلعي ساعديني اما بالنسبة لعدنان كان قاعد مع اهله على الصفرة وبتجيله مكلمة من الدكتور بيقول له فيها ان وصيف فائت بيقول انا جاي دلوقتي وبتصر امه ان هي تروح معاه قالت له مش هروح معاك عشان اقف معاها لا ده انا هروح معاك عشان اقف لها وصيف بتقوم وبتبقى جعانة جدا وبتفضل تاكن بشراها بالمنظر ده بعد شهر ونص نايمة فيه بتخلص الحلقة على كده وده كملخص لاحداث الحلقة التانية بمسلسل الناجية الوحيدة يا رب وملخص بتاعي يكون عجبكم ما تسويش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد اشوفكم على خير واستنوا باقي الحلقات باي باي